لا تختلف الثورة في السودان عن مثيلاتها في بعض الدول الربيع العربية من حيث طريق الذي تسلكه الأحداث تظاهرات شعبية حاشدة يقابلها نوع من تجاهل وتهوين من قبل النظام في أول الأمر ثم تلبث ردود فعل النظام أن تتسم بالعنف في مواجهة اتساع رقعة التظاهرات وتصاعد أعداد المشاركين فيها فيسقط القتل والجرح ويلقى الكثيرون في سجون ومن ثم تتفاقم الأزمة ويصبح تدخل الجيش لإزاحة رأس النظام أمراً واقعاً لا بد منها غير أن تدخل المؤسسة العسكرية برغم ما يلاقيه من ترحيب في بادئ الأمر يثير كثيراً من المخاوف لدى القوى السياسية الثورية لا سيما أن الجيش يصبح هو القوة الأكبر والمسيطرة فعلياً على مقاليد الحكم في البلاد بعد الإطاحة برأس النظام ما يعني عملياً استمرار النظام القديم في الحكم وإن تبدلت وجه قيادتها المجلس العسكري في سودان سار بخطوات مشابهة كثيرة لذلك فعزل البشير وتولى السلطة معلناً عن مرحلة انتقالية تمتد لسنتين إعلان لم يقنع المعتصمين أمام قيادة الجيش فرد ممثلهم في تحالف الحرية وتغيير بالمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية متوافق عليها وأن يقتصر دور المجلس العسكري على بعض المهام البروتوكولية من هنا تعمقت الأزمة في البلاد ودخل جميع في مفاوضات مع المجلس العسكري من جهة وبين القوى السياسية المعارضة من جهة أخرى في محاولة لتوافق على حكومة مدنية وتشكيلة مناسبة لمجلس تشريعي يقود البلاد وفق جدول زمني يعبر بسودان إلى حكم مدني ديمقراطي ينادي به المتظاهرون في الشوارع ولا تتوقف مطالب المتظاهرين عند تشكيل حكومة كفاءة بعيداً عن الأحزاب بل تمتد لتشمل تصفية الدولة العميقة التي خلفها نظام البشير ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد وقتل المتظاهرين والتنكيل بالمعارضين نهيك عن تثبيت أركان دولة مدنية تحترم حقوق الإنسان مطالب عادلة هتف بها من قبل الشارع العربي قبل أن تعصف بهم جحافل الثورات المضادة فهل يستفيد ثوار السودان من تجارب من سبقهما؟